شكرا وثمانمائة وثمانية وسبعين قرص من نوع سيتوتاك حيثية القضية تعود إلى ورود معلومات عن وجود مجموعة إجرامية تحاول إدخال كمية من المواد الصيدلانية السالفة الذكر المضرة بسحة إلى مدينة تمرست وعليه تم تفعيل الجانب السعلاماتي تكثيف نقاط المراقبة والتفتيش لتتمكن عناصر الفرقة السالفة الذكر من توقيف مركبة كان على متنها ستة أشخاص حيث بعد تفتيشها ضبط بداخله على كمية كبيرة من المواد الصيدلانية المستعملة في عملية إجاز التي قدر عددها بخمسالاف وثمانمائة وثمانية وسبعين قرص كما تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية وعملات أجنبية ليتم حجزها وتحويلها رفقة المشتبى فيهم إلى مقر الفرقة